مجلس العمور البريطاني وفق قليلة الماضية بأغلبية 313 مقابل اعتراض 269 نائبا على نسخة معدلة من قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا وما تزال أمام هذا القانون عتبات قضائية بعدما تجاوز العتبة البرلمانية وكانت المحكمة العلية قد قضت بأن هذا القانون الذي سنات الحكومة لرسال طالبي اللجوء إلى رواندا يتعرض مع التزام بريطانيا بحقوق الإنسان لأنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة آمنة كما رفض أعضاء المحكمة بالإجماع استأناف الحكومة للحكم المزيد من التفاصيل مع مراسل ميديا في لندن حميد الأزهري بفارق 44 صوتا مجلس العموم يمرر نسخة معدلة من قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا رئيس الوزراء ريشي سوناك قد سحابة يومه وهو يحاول إقناع نواب حزبه بهذه النسخة وذلك كي يتجنب هزيمة كانت ستضعف سلطته كما يقول النائب عن حزب المحافظين ديمين جرين أعتقد أن ما حدث في مجلس العموم يعتبر انتصارا لسوناك لقد خرجت حكومته من معركة التصويت أخوى من ذي قبل هذه النسخة الجديدة لقانون الترحيل تهدف إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا التي أبطلت الشهر الماضي صيغة سابقة للقانون لكنها رغم ذلك ما تزال نسخة لا ترضي الجميع كما يقول وزير الهجرة السابق روبرت جينريك كان يمكن أن يكون هذا القانون بصيغة أفضل علينا أن نجعله أفضل ونجعله قانونا عمليا يصر سوناك على اتخاذ قرارات جريئة في ملف الهجرة قبل أن يحين وقت الانتخابات العامة وذلك لأن حزبه تعهد أمام الناخبين البريطانيين بخفض أعداد المهاجرين ولا سيما أولئك الذين يأتون البلاد بشكل غير نظامي عبر قوارب بحر المانش حميدة لازاري مريئا لندن